مديونية ابتسام من أهم الملفات المطروحة في تونس أولاً خلينا نقوله أنه الملف هذا قبل 25 جولي 2021 كان من أبرز الملفات اللي ساهمت في نقد لا ذع للمنظومة السياسية السابقة يعني المنظومة السياسية السابقة كان من نقاط ضعف الأساسية أنه هي أغرقت البلاد في سلسلة طويلة من القروض وشوفناك المسار الطويلة متاع الاقتراض وخاصة بدينا نحن البداية مع صندوق النقد الدول وبيدينا بعد في مسارات أخرى متاع الاقتراض على اليمين وعلى الشمال وبالتالي بدينا نحكيه على إغراق تونس في المديونية وكانت هذه من أهم نقاط ضعف المنظومة السياسية السابقة وبيدينا نحكيه على 25 جوليه والتغير في مستوى السياسات العامة كانت الرؤية هي من نحكي على الرؤية المستوى النظري هي القطعة مع كل مرتكزات المسار السابقة لكن للأسف الشديد نحكي لنا عن المديونية المسار تواصل ويمكن نقوله حتى تواصل بحدة كبيرة جدا حتى أنه عدد كبير من نواب البرلمان الحالي كانوا فترة من فترات يحتجوا على الحكومة الحالية ويقول لك هي ما تبعث لنا كان النصوص القانونية المتعلقة بالقروض وهذا ما خلينا نحن يقول لك أداة تشريعية للحكومة هذه بيش تقترض فقط لأنه لازم ننصح بعض النقاط يعني في المخيالة العامة التونسي أن تونس لم تقترض في الفترة السابقة فما بارشة تواصة ديما في نقاشاتهم العامة يقول لك تونس لم تقترض في الفترة السابقة نحكي الفترة السابقة الأشهر الماضية وحت سنتين يقول لك تونس لم تقترض فما مقاربة بدأت تظهر يعني مقاربة شعبية بين ذفرين بدأت تظهر في مستوى النقاش الشعبي يقول لك هنا عايشين نحن كتوانسة مغير اقتراض لذلك عليش نقترضه رو هذي مسائل يجب تصحيحها نحن عنا عامين في مشاورات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووصلت الى تعثر كبير جدا في علاقة ببعض الشروط اللي حب يفرضها صندوق النقد الدولي ولهنا السلطة التونسية ما مشيتش معاه في المسارات خاصة في المسارات الرقبية ما مشيتش معاه وتعطلت المسائل انه نحن نقترضه من صندوق النقد الدولي لكن نزيف الاقتراض لم يتوقف نحن ادخلنا في مسارات اخرى منتع اقتراض من جهات مانحة اخرى ونجم وقل لك رأونا سق سريع جدا منتع اقتراض وهذه اجابة للتونسية اللي يقول لك ان احنا ما اقترضناش علاش مش نقترضه في المستقبل لانه ونحن في الفترة السابقة عشنا فترات طويلة منتع اقتراض خلنا حطفك الجزرات الاستثنائية منتع انه ناخده اموال من البنك سنترال وهذه كانت معركة كبيرة بين وزارة المالية وعداد كبير من النواب البرلمان وبالتالي رأوا نزيف الاقتراض لم يتوقف وهذا يروا عنده خطورة كبيرة على تونس حاليا وعلى تونس في المستقبل على تونس حاليا لانه نضم صوت سيلياس لانه نحكيه على مسألة السيادة الوطنية من نجم نحكيه على السيادة الوطنية من نجم حق السيادة الوطنية الا من نحده بشكل كبير جدا من الاقتراض من نجموش نحكيه على السيادة الوطنية ونحن تقريبا في ادقة تفاصيل متع السيرورة الديناميكية متاع الاقتصاد التونسي مضطرين للاقتراء. هذي مسألة أساسية. المسألة الأخرى اللي هي الأجيال القادمة إذا كان نحن باش نخليه للأجيال القادمة في تونس معناها سلسلة طويلة متاع اقتراض باش نقعد وديما ندوره في نفس الدائرة بتاع ان كنت يتوصر حتى في مرحلة من فترات تقترض باش تخلص الديون لانه باش نخلصة القول الحكومة الحالية الموجودة بالنسبة لها استراتيجية متاع الحكومة أو الاهداف متاع الحكومة وتصورات الحكومة وين تشوفها تشوفها في قانون المالية وتشوفها في تصورها في الميزانية تصور الحكومة في قانون المالية وفي الميزانية تقريبا نقل حرف الميزانية السابقة والقوانين المالية السابقة فقط بعض التفصيلات الصغيرة اللي هي تتغير بين هذا النص وبالاخر لكن ما فماش رؤية استراتيجية تخلينا نحن قطعنا مع فترة سابقة ودخلنا في مرحلة جديدة حتى المرحلة جديدة يعني الأساس متاعها هو نمشي وديما لك الجباية وتوسيع قاعدة الجباية والترفيع في الجباية المواطنة التونسي مش نحن الرقع الميزاني هذه ما يش حلول الدولة التي حققت نهضة ما نحبش نمشي هنا لبرشا لفرنسا وهلمانيا ويتاليا نقضوا حتى شوي هنا في الجغرافية الأفريقية والدول تشبهننا شوي في المستوى Structural Economy نحكيه على الدول الأفريقية ما حقت النهضة الاقتصادي إلا ما كانت عندها رؤية استراتيجية واضحة نحكيه على رواندا نحكيه على غينيا نحكيه على الكثير من الدول حتى في النيجر الناس بدي تتحقق في ناهضة اقتصادية انتلاقا من رؤية استراتيجية اقتصادية واضحة الحلول الترقيعية ما تنجم تخلينا كان ندوره في نفس الحلقة متاع الاقتراض ونوسعه المديونية أكثر وتخلينا مرتهنين بشكل أو بآخر إذا كان مانيش مرتهنين سياسيين فأنه نحن مرتهنين اقتصادية إلى دوائر خارجية وبالتالي نحن في حاجة إلى رؤية اقتصادية جذرية تقتع مع السابق وتؤسس إلى مرحلة جديدة